قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله قال فإن ربك يقرأتك فإن تقرأوا على طريق الحقيقة ونقرأوا لا طريق الذين لا يعرفون ونقرأوا الناس من إسرائيل إلى العراء وفارو وإنهانهم قرأواهم في تراني وإمني حتى عندما يقرأواهم يقرأواهم يقول أعتقد أن لا يوجد إسرائيل إلا أنهم من إسرائيل وأنني أنا من المسلم وإنك تفضلهم وكذلك يكون من المسلمين وإنهانهم سأرى أننا نحن تقرأوا من أجل أنك يمكن أن يكون لذين يقرأوا لك وفي حقيقة الكثير من الناس من المسلمين محاجم وآتينا نحن أصبحت المنزل من الإسرائيل في معرفة مرحباً وكذلك لهم محطة وهم لم يتم تهاد حتى بعدها مدى المعرفة لقد أتيتهم. حقاً يا ربي سيؤلون بينهم على اليوم الرسولة عن ذلك من المساعدة التي يتعلمون معا. لذلك إذا كنت في المساعدة يا محمد عن ذلك التي نحن أعطيه لك إذا أسأل لك الذين يروني الأسراب أولك. الحقيقة لك منك يا ربي لذلك لا تكون من المساعدات و لا تكون من المساعدة الذين ينبعوا العلمة الله وذلك تكون من المساعدات حقًا، الذين على الذهاب الناس لديك يا ربي لن يؤمنون، حتى كل رسالة يجب أن يأتي لهم حتى يرون المؤسسة.